سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الجزء الرابع من المدن متراح لسعب ال AMY.積تعيل الدول الاشتناء للعمل مع ال maz التحديد مفهوم المدينة الزكية دون تقديم مفهوم البنية التحتية الرعقمية. وتعدي ال maz التحديد الرقمية ليستdzitor inflstructureovich türtsner美味 glorious visitor المدينة التحتية الرقمية هي القدرة التأسيسية مستشفى بالت milieu او معالجة الكمبيوتر او تخزين الكمبيوتر لتمكين عمليات تكنولوجية المعلومات في المدينة ومعظم المنظومات الاخرى ايضا ويشير عدد للاصول المادية والبرامج ويوفر الانظمة اللازمة لدعم وقت مادة والتحكم فيه توفر البيانات والمعلومات والخدمات بين الاشخاص وبين الاشخاص والالات وبين الاجيسة اليوم نمتوقع ان يكون البنية التحتية الرقمية موصوكا وسريعا وسكيا انه يهدف الى دعم الوصول اللاسلكي والسابت الى الانترنت تم مجموعة تنوعة من الاجهزة بما في ذلك الهواتف الزكية واجهزة الكمبيوتر الشخصية لطفة لذلك يجب عليه تمكين عمليات اشارات المرور ودعم مراكز البيانات وتوصيل اجهزة الاستشعار ودارة انظمة التوارئ وتوفير تطبيقات المدينة المقدمة من السحابة ودعم شبكة الواي فاي وغير ذلك الكثير من خلال بنية التحتية الرقمية يمكن لموظفي المدينة والمقيمين تعلم كافية الاستفادة من مزايا التكنولوجيا على سبيل المثال يمكن للشركات ان تعمل بكفاءة اكبر من خلال الوصول السريع الى الانترنت ويمكن توفير المزيد من خدمات المدينة بسهولة عبر الانترنت وعبر تطبيقات الهواتف الزكية ويتيح الزكاية الرقمية للمكلفين تقديم خدمات اكثر زكاء امتلاك المهارات والادوات اللازمة لتحقيق نتائج افضل غالبا ما تستفيد المجتمعات ذات البنية التحتية الرقمية الناطيجة اقتصاديا لانها تعزز الانتاجية والاتقار وتجذب الشركات وتمكن مدنها من العمل بكفاءة اكبر وتكون البنية التحتية الرقمية الأساسية في المدينة من هذه المكونات النطاق العريض السابت Fixed Broadband شبكة سلكية على مستوى المدينة توفر للمنازل والشركات امكانية الاتصال والوصول للانترنت اتصال الهاتف المحمول Mobile Cognification Cognitivity مجموعة تنوعة من تقنية الشبكات اللاسلكية على مستوى المدينة التي توفر رسول الانترنت والاتصالات الى اجهزة مثل الهاتف المحمولة البنية التحتية للشبكات Network Infrastructure معدات لنقل البيانات بكفاءة عبر مجموعة متنوعة من الشبكات مثلها الواي فاي وربط كلهم من الاشخاص والاشياء مراكز البيانات اللي هي Data Center التسهيلات التي تدير الشبكات والتخزين والحسابة وقد تكون محليا فعليا او متوفرة عبر الانترنت عبر الحسابة السحابية المنصات Platform انظمة وبرامج لتطوير ونشر ودعم حلول الخدمات انترنت الاشياء مجموعة متنوعة من الاجهزة تتراوح من اجهزة الاستشعار للاجهزة الزيكية ومن الروبوتات للمركبات وكلها متصلة بالانترنت وتتبادل البيانات والتعليمات بين الانظمة وعندما نريد تطوير مدينة او ايجاد حلول التنمية المستدامة في المدينة في الانترنت الاشياء يعطي حلول لمشاكل المدينة بكفاية عالية مثل معالجة النفايات وتخطيط المدن مثل البناء الزكي والنقل والرعي الساحية واستخدام تكنولوجيا المعرومات والاتصالات لكياس محتويات الكمامة وابلاغ جامع النفايات لرفعها قبل انبعث وسبب انترنت الاشياء في التقارب بين القطاعات الصناعات والنقل والخدمات المجتمعية المساحية بمعنى اتصال جميع الاشياء الموجودة بالانترنت في السنوات الاخيرة تم انجاز قدر كبير من الابتكارات التكنية في مجالات ادارة وبرمجة تكنولوجيا المعلومات مثل البي اي اي ام والهندسة المعمرية والبناء والحلول الجغرافية المكانية وتصور سلاسي الابعاد والمحاكاة الحضرية كما ادى التطور في الاجهزه والبرامج تطور التكنية البي ام والنظام لمعلومات الجغرافية ويسر التعامل مع قدر كبير من البيانات حيث اصبحت تكنية البي اي ام وج اي اس متكاملان ولا يتعارضان او يتنافسان الحيث فامسل ج اي اس الغابة ومسل البي اي ام الأشجار فيها وشكل اتحاد نظم المعلومات الجغرافية مع البي ام تكافلا بين قطباين هما من أفضل مئ Ohpck critica يركزان على توفير المعلومات لمتاخذ القرار مفهوم تبادل وتكامل البيانات بين الBIM والGIES فالBIM أقصر صراعا من حيث التفاصيل من الGIES ويستفيد البيانات من البيانات الهائلة الخاصة بالمواقع وتبادل المعلومات والخرائط الاختلاب بين البيئة SIM ونظام المعلومات الجغرافية من حيث بيئة النمزجة ففي الGIES البيئة تركز للس Nina على البيئة الخارجية قد يلزم وضع نشاط في البيئة الخارجية في نظام المعلومات الجغرافية بينما البي اي اي ام تركز على البيئة الداخلية وتقتصر تطبيقات خارجية على خارج المباني كما تتوفر نمازج سؤالسات الابعاد لأدوات الموقع ونمزجة التداريس بالنسبة لنظام المرجعي رفرانسيستي ففي جي اي اس دائما تكون البيانات المكانية لها مرجعية جغرافية يتم تعريف الكائنات في العالم المادي مع نظومة الأحداثيات العالمية أو إسقاطات الخرائط بينما في البي اي اي ام تحتوي كائنات البي اي ام على نظومة أحداثيات محلية خاصة بها وإشارة إلى نظام أحداثي العالمية على سبيل المثال في زاوية الأسراء من المبنى بالنسبة لتفاصيل الصياغة في البي اي اس يحتوي على نظام معلومات جغرافية على المعلومات الكائنات الموجودة يغطي مساحة كبيرة بتفاصيل أقل ومقييس أصغر بينما البي اي اي ام تستخدم قدرات صياغة البي اي ام لتطوير مقييس أكبر مع مستوى أعلى من التفاصيل مجال التطبيق يركز انطاق ال جي اي اس على المنطق الحضارية ومنطق المودل بينما البي اي ام متجزيرة في المبنى واسمتها تكنية نمزاجة معلومات البناء هي اختصار لـ Building Information Modeling نمزاجة معلومات البناء ولتعني تصميم نموذج شامل المبنى بجميع المعلومات والبيانات الخاصة به والتمثيل للرقم الخصاص الفيزيائية والغاظفية المبنى بشكل سلاسي الابعاد موسق للمعلومات لدعم القرار منذ البداية وحتى عمله وهدمه واداة تطوير المباني التي تستخدم مفاهيم النمزاجة والتكنولوجيا المعلومات والبرامجيات للتشغيل والتصميم وبناء وتشغيل مشروع البناء وتكنولوجيا او تكنولوجيا تعتمد في اسعى على دمج عملية التوصيف والنمزاجة مع هيئة شكل المبنى ويتعدى مفهوم بناء نموذج ومجرد شكل سلاسي الابعاد ففي تكنولوجيا نمزاجة معلومات البناء يتم عمل محاكاة وتصيف لكل عملية من ربع المبنى عند بنائه في الواقع وخدمة لكل من القاتنين والمهندسين ومتعهيد البناء والقائمين على بقاء المبنى قابلا للحياة بعد انهاء المبنى وبالتالي فواشمل بناء شكل سلاسي الابعاد لخصائصه التي يمكن يدخلها وادراق فكرة الارتباط بعامل الوقت وادخال عامل التكلفة وغيرها من العامل التي تتعدى كونه مجرد شكل سلاسي الابعاد كما يمكن حديث عن البي اي ام كمنتج او عملية فكمنتج يتم تمثيل لهو تمثيل رقمي يستند الخصاص المادية للكائن والوظيفية لمنشأة وعد نمزاجة المعلومات البناء بمثابة مورد معرفة مشترك لحصول العالم معلومات حول المبنى مما يشكل اساسا موثوقا لقرارات اثناء دورة حياتيه من البداية في صعيدة بناء معلومات البناء كعملية هو عبارة عن مجموعة محددة من استخدامات النموذج وسير العمل وطرق النمزاج المستخدمة لتحقيق نتائج معلومات محددة ومتكررة وموثوقة من النموذج تؤثر طرق النمزاج على جودة المعلومات النتيجة من النموذج متى ولماذا يتم استخدام النموذج نمزاجة المعلومات البناء هي التمثيل الرقمي لخصائص الفيزيائية والوظيفية المبنى في شكل سلاسي الابعاد وموثق للمعلومات لدعم القرار منذ البداية وحتى عملية وهدمية تعريف لجنة معلومات المشاريع الإنشائية الإنجليزية هو تمثيل رقم الخصائص الفيزيائية والوظيفية الموشاية وتشكيل موثق للمعلومات لدعم القرار منذ البداية وحتى عملية وهدمية وجماعات مقابلنا الأمريكيين عرفت البناء بأنه أداة لتطوير المبنى ولا تستخدم البعض الخامس وانفهيم النمزجة وتكنولوجيا للمعلومات والبرامجيات لتصميم وبناء وتجهيل مشروع البناء وازي تم تحليل خصوار البيعي في سندجل التالي بيلدينج والتي تعني كل نواع المباني كالمدارس والمنازل والمصانع والبيوت والابراج ويشمل ذلك ايضا الطرق والكبير والجسور وغيره من مختلف المنشآت كما تتضمن هذه الكلمة معنى كلمة البناء نفسها ولاس المبنى القائم بذاته في حزم وانا اجبت صحيح خطأ البيعي خاص بالبنى فقط كالفنادق او الابراج بليشمل الطرق والمودن والسيك الحدية ايضا انفورميشن تعني توفير معلومات وبيانات خاصة عن نوع المبنى وجميع العناصر المقونا له وكل انصر معلوماته الخاصة التي يمكن برمجتها لتعريفه بكي انه نتيجي في هذه البرامج وتعرف عليه من خلالها مودرينج تعني نموذج مرئي للمعلومات المرفقة وتوصيف حي الخصاص للعناصر واداراتها ويقصد بها عملية تطبيق البيم او موديل ويقصد بها النموذج الذي ينتج من تطبيق البيم يمكن استخدام بيانات البيم في سير العمل التشغيل لإدارة الاصول او المبنى هو مكتوب في معايير كثيرة على سبيل المثال في معايير الايزوجادال البيم التي تم استباتها من خلال عملية المعايير في المملكة المتحدة الموضوع في السنوات العشر الماضية على رغم من ان المقترحات الجديدة تركز على استخدام بيانات البيم في دورة الحياة كامل اصول انه لازال من الواضح ان التوفير في تكاليف البناء كما هو مذكور في المقالة محرك رئيسي لاعتماد البيم اهم ميزة في البيم انه سهل التعاون وادارة البيانات والاتتصالات بين الفرق المشاركة في مشروع البناء والتكنولوجيا المختلفة في العمليات التقليدية من العمل يتم في اجدام بعد المعلومات في كل مرة يتم نقل وتسليم المعلومات من فريق لاخر مؤدي إلى تفكيك المفاصل لكن البيم يتغلب على هذا من خلال مركزية المعلومات واستخدام كود موحد ويتم دمج معلومات المباني والطرق والنقل داخل نموذج المدينة ويمكن انها من خلال نموذج لخدمات المدينة تجنو وكسر مواسير المياه والصرفة وكابلات الانترنت او الغاز اثناء الحال وفي دلوقتي ناخد مصطلح على وهو الـ CIMCF Information Modeling أو City Information Modeling نموذج المعلومات المدنية او المدينة عند تطبيق تقنية المدن الزكية يظهر مصطلحنا نموذج المعلومات المدنية والهدف منه انشاء وصيانة البنية التحتية والحفاظ عليها بتطبيق تكنولوجيا الـ BIMCIM اثناء التصميم والصيانة من خلال البلديات وصحاب المرشآت والمرافق العامة لحصول على بنية تحتية زكية وشبكة طرق زكية وشبكات مرافق زكية الى اخيرهم ثم الحصول على المدينة الزكية دلوقتي ندخل على الـ GIS وهو نظام قوة مع الحسوب يعمل على جمع وصيانة وتخزين وتحليل واخراج ودوزيع البيانات والمعلومات المكانية وهذه الأنظمة تعمل على جمع وإدخال ومعالجة وتحليل معارض واخراج المعلومات المكانية والوصفية لأهدف محددة وتساعد على تخطيط واتخاذ القرار فيما تعلق بالزراعة وتخطيط المدن والتوسع في المناطق السكانية بالإضافة الى قرارة البنية التحتية لأي مدينة عن طريق إن شاء ما يسمى بالطبقات ويمكنها تنظام كذلك من ادخال المعلومات الجغرافية خراجات صور جوية مرئيات فضائية والوصفية مثل أسماء وجداون ومعالجتها تنكحها من الخطاء وتخزينها واسترجاعها أو استفسارها أو تحليلها كتحليل مكاني وإحصائي وعرضها على شاشة الحسوب أو على ورق في شكل خرايط أو تقارير ورسومات بيانية أو من خلال موقع الإلكتروني وهي تكنولوجيا مصمومة لرصد وتجمية وتحليل كل أنواع المعلومات الجغرافية وتمثل نتائج تلك التحليلات بعناصر حقيقية كالطرق والأراضي والمنسيب والارتفاعات والأشجار والنهار وغيرة يتم رأس تلك المعلومات من خلال تكنولوجيا الصور الجوية بالأقمار الصناعية والتي ترتبط بأحداثيات المكان الـ X و Y و Z وتعطي معلومات حقية للمكان لها مرجعية مكانية تساهم نظم المعلومات الجغرافية في الإجابة على كثير من التساؤلات التي تخص التحديد مثل ما هو النوم الزراعي ومعنواع المحاصلة للمناسبة للزراع في الوحدة الزراعية مثل القياسات ما مساحة وحداثيات الوحدات وما هو قطر أمبوب الراي والموقع أن تقع الوحدة الزراعية الفلانية والشرط ما هي نبيب الراية التي كترها 300 مليمتر في منطقة ما والتغير درجة ملوحة التربة من عام 1950 إلى عام 2006 والتوزيع النمطي ما هي العلاقة بين توزيع السكان ومناطق التواجد المياه والسن الريفات المتعلقة بالهيدرولوجيا ماذا يحصل الززيزات تغير تدفق مية الرأي في الانبوب إنما الكولوم ويلز يقول خذ بعيدا كل الحكومات والجيش والصناع وخذ المواصلات وخذ أيضا سيارات والمدرن والمستشفيات والمدارس والمكتبات خذ بعيدا القهرباء والملابس والأدوية والشرطة خذ كل شيء وترك للمزروعات الخضرية والزوفية وحيي معصباً إذا أخذت المزروعات فزوفرها متجمعاً برامج نوص المعلومات الجغرافية تفي بمطالبات البيم لتقاسم البيانات بين مختلف المكهولين والعمل على مناطق مختلفة من المشروع لتوسيل دورة حياة المشروع منذ البداية واتيحة زي التقنية لمدير المشاريع تصور طبقات كل ممنع الفور والاستدعاء معلومات المشروع زي تصلها بما في ذلك أجهزة الجوال المستخدمة في الموقع يمكن أيضاً تقاسم المعلومات زي تصلها أو المركزة مع جميع أصحاب المصلحة من خلال التطبيقات دمج تقنية لمزاجة معلومات البناء والنزول معاتج غرافية يحسن قدرات التصميم المشروع ويقال للمخاطر من خلال تحسين تدفق المواد من ذو البداية إلى النهاية وتوافر موارد وجدول الأثناء الإنشاء لماذا نستخدم البيم والجي اس في المدن الزكية؟ لماذا نستخدم البيم؟ لأنها تضمع معلومات مصفية مثل الأبعاد والمواد والشركات والمخنعة وسعادة التصميم السليم والبناء والتجهيل وصيحة لماذا نستخدم البيم والجي اس تخزين وتحليل المعلومات على مستوى مساحي كبير أشهر برامج البي اي اي ام لدينا برنامج الريفت برنامج لمساجة معلومات المبادئ المهندسي المعمريين ومهندسي الامي بي والمصمير والمقاولين الاركي كيد برنامج من شركة جراف سوفت الاركي كيد لدينا جي اس وعندنا تفعيل الدمج بين النظامين والدمج بينهما في حالة تقرير 2004 الصادر عن المعهد الوطن للمعايير والتكنولوجيا NIST بعنوان تحليل تكلفة عدم قابلية تشغيل البيني غير كافي في صناعة منشهات المرافق الأساسية الأمريكية التكلفة سنوانية نفات بسبب عدم قابلية تشغيل البيني بصورة كافية بين عظمة الكاد والبرامج الهدسية الحصوبية إلى 15.8 مليار دولار وهذا فقط في الولايات المتحدة يتم تعريف إمكانية تشغيل البيني كجانب هام من تكامل الكاد والجي اس بالإضافة لهذا تكلف مشكلات التشغيل البيني حوالي 3.1% من توصية إجمال تكلفة المشروع فالنمزاجة معنوات البناء هيتم تحسين عملية تصميم وتصور سياس الأبعاد والتنصيق بين التخصصات والحصر وتحليل الطاقة وساق البناء وجدولة محاكات الربعات الأبعاد ودارة بيانات دورة حياة البناء ونظر من المعنوات الجوارفية اختيار الموقع وتحليل التعبية والأمن والنقل وحركة المركبات ولهذا توجد جهود كبيرة بين شركة أوتو ديسك واسري على اساس ان يقدروا تبادل المعلومات ويمكن قراءة منه في الريفت في الاركي جي اس برو كما لو كان مكونات من الجي اس ومن ثم تم تحويل تنسيقات جي اس كاسية أخرى بطريقة يدوية بدأ الجهود الأولية تبادل الرسومات بين البرامج في أخرى السبعينات من خلال تنسيق الرسم ديسك والمصفات الأولية تبادل البيانة مثل اوتو كاد ديسك وثم ظهر معيار استي بي كمعيار مهم في مجال نمزاجة المعلومات الضرورية في دورة حياة أي منتج وتبادل هذه المعلومات بيانة الأنظمة المختلفة ثم تم إنشاء التحالف الدولي للتشغيل البيني عام 1994 كالتلاب من 12 شركة بدعوة من الوتو ديسك التقديم المشهورة عن تطوير مجموعات C++ Classes لدعم تطوير التطبيقات المتكاملة ثم تغير اسمها الى Building Smart وهي منظمة دولية غير ربحية تدار من كبل إعضائها تهدف إلى تحسين تبادل معلومات بين التطبيقات البرمجات المستخدمة في استناعات البناء والتشهيد وقد وضعت IFC Industrial Foundation Classes بعتبرها موصفات محايدة اveis للمعرومات البناء وبتم الدمج الامر بينkins والb-im من خلال затدار جميل والIFC الافسيل هو Industrial Foundation Classes هو سيغة مفتاحة المصدر لتبادل معلومات بين المعامج المختلفة تقدم تبسيل رسمية للمكونات البناء النموذجية مثل الحاطوة الباب والسمات مثل النوع والأظيفة والوصف الهندسي والعلاقات والمزيد من الملخصات المفهيم مثل الجداول والتكاليف البناء في شكل كينات وعناصر وCity GML هو سيغة مفتاحة المصدر لتبادل معلومات حول المدن ووضعتها OGC وتكامل مع IFC عند تحقيق التكامل بين GIS و PIM تتوفر معلومات كافية لانتخذ القرار ويسد تحويل المدينة لمدينة ذكية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة